اشتركوا في القناة احنا بنفكر مع بعض بصوته عالي هو ايه مشكلة مش هقولك بقى المصنعين بعض المصنعين تحديدا في انه هم يشتغلوا يعني على سبيل المثال لما يبقى في عندي حاجة كده بتبقى زي شكل من اشكال الاخشاب المصنعة بيبقى عن طريق الفارم وبعد كده بيتضاف عليه مواد ربطة معينة حاجة كده شبه الخشب الحبيبي بتاع الزمان بس طبعا اكثر تطورا بمراحل يعني واكثر تحملا بمراحل المراحل واكثر قوة بمليون مرحلة حلو ده مش محتاج اي حاجة من بلاد برا خالص يعني مش محتاج انك انت تستورد له مادة الربط ولا محتاج تستورد الخشب اللي هتفرمه هقولك ليه ولا محتاج حاجة خالص هو محتاج مصنع واخد قرار انه يعمل منتج محلي عليه الايمة الخشب اللي هتفرم ده بيجي من جريد وسعف النخل ده انا شفته بعيني يعني بقى مستمعت ده انا شفته بعيني وشفت العينة اللي تم انتاجها كمان اه اكتر من كده اه حلو والكباسات وبتاع هتيجي تقولي ده وده هنعمل بيه ايه اقولك في مركة شهيرة وموجودة هنا في مصر سلسلة محلات ضخمة بتبيع موبيليات ومعدات منزلية مشهورة يعني خلاص كويس هم كل تمانين في المية من موبيلياتهم معمولة من الخشب ده ماشي الكلام ماشي الكلام انا بقى عندي واحد بيشتغل على الخشب ده النوع ده الخام ده عارف انت فيلم مشيق من الخوف الراجل ده من الواجش دي هو هنا في مصر عمل العينات الاولية بتاعته اول سؤال هسأله وليه مفيش منه كتير يعني ليه مفيش ابراهيم وزيد وعبيد وخالد ويوسف واحمد ومحمد ليه ده سؤال كويس عليش انا حب بعد ال ده قال يعني فكمل الاوصاف فهكمل معاه حضراتكم تاني ليه مفيش عشر خمستاشر مصنع زي ابراهيم ادي واحد اتنين هو الشركة المشهورة الاوروبية اللي موجودة هنا في مصر وعندها الفرعين الكبار بتوعها الكبار جدا اوي خلص اما انا مش هقدر حد دكتر من كده يعني اللي ناس كتير بتروح تشتري من عندها هو مشهورة بشكل عالمي والله انا بكلمك بقى بجد المنتج اللي عامله صاحب ابراهيم ده احسن من اللي عاملينه الجماعة الاجانب الاوروبيين احسن بكتير بكتير بيتحمل اكتر يعني انا جربته انا مسكت العينة كده في ايدي وقعد ترزعها واخبطها واضربها ومصمر فيها وبتاع احسن بكتير يبقى عمليا انا اقدر اعتمد على هذه المادة الخشبية المصنعة في انتاج انواع من الموبيليات الحديثة اللي الناس مقبل عليها بدل ما بضطره روح استورد من بلد برة الموبيليات دي انا مش بقول لها جماعة قاطعه هذا اطلاقا يشتغل وينبسط وكله بس انا اقدر اعمل ده محلي عندي جدا واقدر اخد بقى مصنع زي ابراهيم ومصنع زي زيد وعبد وفريد وكل الناس دول ونبدأ بقى نشغل المصنع بتاعتنا ونحط طيب يفضل عندي ايه التصميم الجميل الظريف عن طريق تيك توك الحاجة العيدلة اللي موجودة على تيك توك بالنسبة لي ان انا لقيت شبان بيعملوا تصميمات زي الماركة الاوروبية تكاد تكون صورة تبقى الاصل بس ما هيش صورة تبقى الاصل كمان هما شبان حلوين يعني من اللي هما ايه مؤمنين بمسألة الملكية الفكرية وانه التصميم ده بتاع الشركة دي ما نقدرش ناخده بس هما بيعملوا نفس ايه نفس الاتجاه الفكري ده الموبيليات السهلة اللي مش معقدة اللي تقدر تتركبها بأيديك في البيت وبيرسموا الطرق بتاعت التركيب وبيتبعوها بيعملوا كل حاجة اهنا عايز الولاد دول اكبرهم وعاوز ابراهيم اكبروا وجمع الاتنين على بعض عشان يطلع لي مصنع ضخم كبير ابقى المصنع الضخم الكبير ده تعالى ناخده نروح نعمله في ضمياط نعمله في العاشر نعمله في 6 اكتوبر اه نعمله في المنطقة الصناعية اللي في قصر نعمله زي ما نعمله بس ابقى عندي مصنع كبير ابقى مش مضطر طول الوقت معتمد على استراض النوع ده من الموبيليات انا كل ما اراه ان المشكلة موجودة عندي انا المصنع اغلبنا عاوز الاستسهال تعالى نستورد خشب اروة وخشب زان وخشب موسكي وخشب عزيزي ولازم نصنع بالخشب ده هو هو فافضل طول الوقت قاعد عمال بلف في الديرة الجهنمية المغلقة وبغني ظلموه الخشب زاد جدا هنعمل ايه؟ ما يزيد ما تشتريهوش ما تستوردش خشب يعني والاتجاه العالمي ما بقاش انك انت تعمل مصنعاتك الخشبية من الاخشاب الطبيعي الاتجاه العالمي بقى الخشب المفروم المكبوس الخشب الرقائقي اللي هو البلايوود الاخشاب اللي هيا بتبقى مصنعة ومخلوطة بمواد فوليمر ومواد بلاستيك اللي هي زي ال WPC وبالمناسبة كل دي حاجات تقدر تعملها هنا يعني الفوليمرز دي او البلاستيكات اللي بتخش ككمبوزت كمركب مع بودرة خشب عشان تطلع حاجة اسمها WPC تقدر تعملها هنا انا اظن عندنا مصنع او مصنعين بس اللي في مصر ليه مش عشرة؟ هل انا محتاج حاجة من بلد برة؟ ابدا هتيجي تقولي بس المكن ادفع نص عمري ان احنا لو خدنا قرار نعمل المكن هنا هنعمله هنا قاني الاوان ان مصر تدخل في مرحلة تصنيع تكنولوجيا تبتكر التكنولوجيا نشغل ده ده ازكى عقل موجود على سطح البسيطة ده بجد مش هزار نعقد العزم بس كده ونقرر ان احنا المكنة دي هاشوف اقدر اصنع منها اد ايه عشرة في المية ولا عشرين ولا خمسين اصنع مش اجمع فارجع علف تاني وقول اصلا انا عايز استورد بقى قطع من برة يا عم ما تعمل حاجة هنا ده الخراطين المصريين مفيش بعد كده الخراطين المصريين دول ايام جمال عبد الناصر لما توقف الاستيراد اتوقف سبع سنين عملوا قطع غيار كل العربيات الاوروبي والامريكاني اللي دا يرف مصر بالكامل ما استوردناش قطع اتغير واحدة هل احنا بصدد بقى الاستيراد اطلاقا العقلية اتغيرت تماما الاتجاهدة اتغيرت تماما السوق العالمي اتغير تماما كل الصورة دي اتغيرت لكن انا عاوز الخراطين المصريين يرجعوا يشتغلوا عاوز المسابق المصرية ترجع تشتغل عايز العقول المصرية ترجع تعمل انتاج فكري تاني انتاج التكنولوجيا عندي شبان زي الفل في كل كليات الهندسة والتكنولوجيا والكمبيوتر ساينس يشتغلوا زي الجن وحوش والله العظيم تلاتة وبيشتغلوا في احسن مصانع انا مش عارف حضرتك تعرف ولا لأ ان انا عندي شبان مهندسين مصريين بيشتغلوا في اكبر شركة لتصنيع الطيارات في فرنسا تاني العقول بتاعتي موجودة قدرتي موجودة ليه طول الوقت قاعدين ايه انا عايزة استورد بس المكنة جرب تعملها هنا الاول مش انت لازم بس لازم حد تاني يشتغل على ده تاني هرجعك على رئيس الجمهورية طول الوقت ينادي يشجع يحفز يحمس يساهم في خلق ووضع مش بس التوجهات لا حزم الحوافز اللي بتتقدم للصناعيين حتى يوطنوا الصناعة داخل هذا البلد طول الوقت النهاردة على سبيل المثال فخامة الرئيس عقد اجتماع لمتابعة توطين صناعة الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية هنا في مصر ايو احنا نقدر فخامة الرئيس وجه بالاسراع في خطوات امتلاك القدرة التصناعية للاطراف والاجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا في العالم بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية هتيجي تقولي طب يا يوسف ازاي بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية هقولك لانه بمنتهى البساطة الرئيس بسس لقدام احنا هنتكلف النهاردة عشان ما نستوردش بكرة هنتكلف النهاردة علشان ما اتطرش يبقى عندي ازمة في ايجاد فرص عمل بكرة مش هتكلف النهاردة عشان نصدر بكرة ده بقى هيبقى ازاي يعني زي ما كان الرئيس بيتكلم ده من خلال اقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم هذه الخدمة كما وصفها الرئيس النبيلة الى كل انسان في حاجة اليها من منظور انساني واخلاقي وديني حلو؟ طيب وكمان الاخذ في الاعتبار امكانية تطوير المجمع الصناعي ده عشان يبقى خد بالك بقى من دي مركز اقليمي لتقديم هذه الرسالة الانسانية لكل دول المنطقة شوف يوسف قالك قالك اقتصاد وتصدير واستراد وخلق فرص عمل الرئيس قال المنظور الانساني الاخلاقي الديني الرئيس بص عليها مش مجرد صناعي عادية الرئيس بص عليها باعتبرها ايه؟ خدمة للانسانية في المنطقة على الاقل احترام وصون حقوق الانسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من احداث للأسف عنف في بعض المناطق ارهاب في بعض المناطق رئيس عاوز يعمل ده بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للاطراف الصناعية وتقويم العظام ان اردت ان تستوعب جيدا منظور ولو واحد من الجمهورية الجديدة ارجع للخبر تاني ده المنظور بتاع مصر ده منظور مصر في اطار الجمهورية الجديدة ان احنا بنشتغل مش بس عشان الاقتصاد انت كمان بتشتغل لاجل تقديم الخدمة الانسانية التوافق مع المعيار الاخلاقي مع المبادئ العليا طب تعالنا نروح لحاجة تانية نهاردة فخامة الريس وافق على اطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق على المحور الجديد اللي بيتعمل في شمال شارع تسعة في منطقة المؤطم اللي ما شافش الحتة دي فاته كتير اللي شافها زي حالاتي كنا رايحين انا واصحابي بقى انا وكريم وعلى وشامه رايحين نتعاش عند واحد في المؤطم بس تعابلنا مع ديتنا قوي مفكروننا نروح لناخد فلوسنا مهم يعني فطلعنا على هذا المحور وحنا رايحين هناك المؤطم عن اياب صاحبنا فام عبد المنعم المتولي مهم بقى ايه فانا شخصيا عارف انت محمد سعد قالك عليها النعمة نتخضيت اهنا نتخضيت لا ده حاجة تانية خالص المؤطم وحنا صغنططين كده كنا نشوف بما جيب نفسنا نطلع المؤطم عشان نبص على القاهرة من الجبل بتاع المؤطم فوق وحنا صغيرين كده بكنا نطلع مع امي ربنا ديها صاحب العربية هو يدوب طريق قد كده رايح جاي تبقى طالع عليه وانت مرعوب ونزل عليه وانت مرعوب برضو طيب بعد كده تم تطوير الطريق فبقى عندنا طريق كده وطريق كده يعني ياخد المؤطم يمين وشمال مش هو اللي نفسنا فيه او مش هو يعني اللي هيخلق حالة سيولة حقيقية مرورية ويوفر الوقت ويستوعب حركة مرور اوسع وما الى ذلك اللي حصل دلوقتي مهول الطريق بقى واسع تحس ان انت مثلا ايه على طريق الفيوم الجديد اللي هو ابو سبح حرات ده اولها بتكلم بجد الطريق ده او المحور الجديد ده اللي هيبقى اسمه محور المستشار عبد المجيد محمود بإذن الله سبحانه وتعالى ده بقى اللي بينقل الحركة المرورية من شرق القاهرة الحتة التانية دي لها بقى التجمع الخامس ومصر الجديدة الى غرب القاهرة اللي هي ناحيتنا بقى ستة اكتوبر والشيخ زايد والكلام ده فيربط الشرق بالغرب بمحور جديد غير الطريق السياحي والطريق الاقليمي بالمناسبة كم الرابط ده اللي ما كانش حدث كنت هتجد القاهرة وكأنها جراج عملاق هيبقى اكبر جراج موجودة على سطح الكرة الارضية العربيات كانت هتوقف ما تتحركش خلويس خلويس هاتلي واحد من الناس اللي من جيلنا يعني يقدي كده كان ياخد بعضه مثلا ويتحرك من ستة اكتوبر للتجمع الخامس في اقل من ساعتين ونص النهاردة انت خمسة واربعين دقيقة بقيت في التجمع خمسة وخمسين دقيقة بقيت في العاصمة الادارية ده اخرك حاجة بقت عظمة هيطلق اسم المستشار عبد المجيد محمود تكريما لرمز قضائي كبير عن رحلة عطاء قضائي وقانوني مميزة وقدمت وزارة العدل وجموع القضاء وكل الجهات والهيئات القضائية الشكر لفخامة الرئيس السيسي على هذا التكريم واللي بيؤكد تقدير فخامة الرئيس السيسي لرجال القضاء المتميزين ودورهم الراسخ في خدمة الوطن في خدمة مصر هاستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنصورة الجديدة دي حدوتة حدوتة او الله العظيم شزار طيب بكرة بإذن الله افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بأول مدن الجيل الرابع في دل تنيل وواحدة من المدن المستدامة يعني ايه من المدن المستدامة؟ يعني هي عندها الكهرباء بتاعتها عندها نظام تدوير الصرف بتاعتها ومعالجة المياه عندها نظام تحليط ميت البحر عندها كل حاجة المرحلة الاولى زي منكر حضراتكم بخدتوا بالكم اولا هي المدينة تقريبا على حوالي 7200 فدان ده كده ايه؟ صباح الخير طيب صباح النور 15 كيلو متر على طول ساحل البحر الابيند المتوسط مباشرة من الناحة التانية يبقى جنوبها يبقى ايه؟ الطريق الدولي الساحلي مرحلتها الاولى كانت كانت 2063 فدان ووصلت ل2500 فدان جماعة دي اكيد المدن بتاعت الناس الاغنية والفيلات والأسور وال بص يا مولانا مش احنا رحنا مع بعض انا وحضراتكم قبل كده على العالمين وشفنا في العالمين الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر والاسكان اللي فوق الفاخر اهل منصورة شغالة بنفس الطريقة فهتلاقي عندنا اسكان اجتماعي وعندنا اسكان متوسط وعندنا اسكان سياحي فاخر طيب المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دي تكلفتها تقريبا حوالي 45 مليار طيب المرحلة دي بحسبة بسيطة كده تقريبا تساوي 34% من اجمالي مدينة المنصورة الجديدة اسواق تجارية موجود تقريبا 8 اسواق مدارس لكل المراحل جامعة المنصورة الجديدة جامعات خاصة للعايز مراكز طبية الشرطة الاخ 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 طيب المرحلة التانية فيها 268 اعمارة ومبنى مدرية امن النقالية وباقي المبانية الجامعية ومحطة تحليط مية البحر اللي كنت بقول لكم عليها قدرتها حوالي 160 الف متر مكعب محطة الكهرباء بقدرة 500 ميجا امبير محطة معالجة مية الصرف الصحي بقدرة 1000 متر مكعب يومي طيب مهمة قوي بالمناسبة تبقى عارف انه الدولة وهي بتشتغل على مسألة المدن الجديدة المدن الذكية مدن الجيل الرابع المسألة مش مقترنة على مثلا العاصمة فيبقى عندنا العاصمة الإدارية الجديدة المسألة مش بس مقترنة انه يبقى في العالمين المسألة مش بس المنصورة دي الدلتة هتلاقي كده بيحصل في الصعيد مرة واثنين وثلاثة هذه المدينة المنصورة الجديدة ولايتها فين؟ ولايتها تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مين معانا على التليفون دكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ازاك يا دكتور اهلا بحضرتك ازاي الصحة كله تمام كله تمام الحمد لله نقول مبروك على المرحلة الاولى من المنصورة الجديدة الف مبروك واضح انها حدا تشرف جدا يا دكتور جدا يا دكتور الحمد لله احنا فحورين جدا بدولتنا ومدرنا وبالانتاج اللي بيحصل في وقت قياسي حركت الانتاج ده في نهاية 2017 باتئين احنا يعني وخلطنا في اقل من خمس سنين يعني وقت قليل جدا الحمد لله انجازنا فيه انجاز كبير وزي ما حضرتك قلت انجاز لكل فئات المجتمع ما هواش بس لفئة بعينها وده طبعا دي مدينة من ضم يعني احنا شغالين على 39 مدينة بدأنا مرحلة وقالة 17 مدينة وخلطنا المرحلة منهم منهم مدينة المنصورة والمدن اللي زي ما حضرتك قلت في مدن واجه بحري في قبلي كل المحافظات تقريبا فيها مدن جديدة بتحتوي على فرص عمل بتحتوي على فرص سكن بتحتوي على مواصلات سهلة ان انت توصل للمدينة بسهولة يعني خدمات بكل انواعها يعني الحمد لله يعني عندنا فخر ببلدنا الحمد لله ما الذي يميز المنصورة الجديدة دكتور عن ما كنا نعلمه يعني انا اظن ان احنا جيل واحد تقريبا موليد النصف الاول من السبعينات فاحنا يعني تفكرنا وخبرتنا وتاريخنا مع المدن الجديدة شيء واللي حضراتكم بتعملوا دلوقتي شيء تاني خالص موسيقى انا عزي اقول لحضراتك ان احنا يعني بالوقت من اعتمد في المقام الاول على رفاهية المواطن وان احنا ازاي نحافظ على جودة الحياة للمواطن بمناطق خاضرة كبيرة جدا بان هو يروح يبقى الخدمات موجودة قبل هو موجود يعني زي ما حرارك شفت كده الجامعة موجودة الخدمات التجارية موجودة المدرسة المسجد الكنيسة كل الخدمات موجودة قبل ما يروفحنا اتعلمنا من خبرة المدن الاولانية ايه الاولى يعني اللي تمت قبل 2014 ايه الحاجات اللي كان بتبقى نقصها كان بيبقى نقص مناطق خاضرة جديدة كان بيبقى نقص مناطق طرفية كان بيبقى نقص مواصلة تودية كان بيبقى نقص مواصلة داخليا كل ده الحمد لله تلفناه في مدن الجيل الرابع المدن الزكية ان احنا بدأنا نوفر مناطق خاضرة بنسبة كبيرة بتنتص الحرارة بتنتص ساني وصيد الكربون بتحول على تحسين الجو كل ده طبعا بتلاف طبعا الوجهات الجميلة اللي بتجذي بالعين اللي بتساعد نفسين على ان الواحد يبقى عنده انفتاحة على الحياة وعلى العمل والانجاز توفير فرص عمل طبعا كبيرة جدا يعني كنت لسه بدأ بنراجع الانخفاض اللي حصل في حجم البطالة من 14% ل7% مدن في الوقت العالي وده طبعا مسجل وموجود في تعبير العام والإحصى ان حضراتك نسبة البطالة اتخفضت للنص ده جمي من حجم المشروعات اللي الدولة شجلة فيه حلو جدا طيب دكتور وليد دايما المواطن العادي اللي زي حالاتي هيروح باصص على الحاجة اللي على اللي فوق الارض اللي على الوش المبنى لكن حضراتكم بتعملوا حاجة أهم أعتقد وأكبر ولازم المواطن العادي بفاهم ده اللي تحت الارض تحت الأسفل ده فن هو ده اللي مخدم نبه وقت الأكبر دي البنية الأساسية الميا بقى والغاز والإنترنت فقط السرعة اللي بنيقدر نقدم به الخدمات الألكترونية الحديثة اللي بتميز المدن الزكية عن المدن العادية حجم كبير جيدا طبعا حالك زي ما ذكرت محطة تحليل الميا دي واحدها طبعا خادث وقته مجهود علشان طبعا توفر الميا بسهولة ما تبقىش معتمل على مية المين لأ انت هنا بتحلي مية البحر وبتقدر تستخدمها وزي ما قولنا كده حجم انفاق كله بيبقى أغلبه مش اللي في اللي فوق الأرض أغلبه في البنية الأساسية طبعا حنا كنا زمان يا فندم نقول ايه واشنا ماشيوا مثلا في أي مكان مش كانوا عملوا حساب المستقبل ووسعوا الشارع مش كانوا عملوا حساب المستقبل ووسعوا الرصيف مش كانوا عملوا حساب المستقبل وحطوا لنا هنا جنينا علشان العيال تلعب هل هذه الأمور تمت مراعتها في المدن الجديدة اللي بنعملها. ده اللي انا بقول لحضراتك عليه ان احنا دلوقتي بنشتغل للمستقبل. احنا بنشتغل في دلوقتي. يعني حتى بعض الناس يقولك طب اندو كده ايه خطوا اه الاجيال القادمة هتاخد ايه بتادي احنا بنعمل الاجيال القادمة. احنا عملنا مرحلة واحدة بس. زي ما حضراتك قلت من اه سبع ثلاث سدان عملنا مرحلة الاولى فقط. حلو. لسه في المراحل التانية بس كده بمراحل التانية بقت اسهل في التنمية. ليه? لان حضرتك اعملت خلاص محطة التحلية بحجم المدينة كلها. عملت الطرق تستوعب عدد السكان الى حين اجتمال المدينة بالكامل. جميل. تعملت بكل الزيادات اللي هتطرق عليها. عملت مرافق تستوعب كل المدينة مش للمرحلة الاولى فقط. احنا بنعمل محطات وروافع وابنية اساسية تستوعب المدينة بالكامل مش للمرحلة الاولى فقط. انا يعني مش عافحاتك فتح التلفزيون ولا لا. بس احنا يعني مرنابي ده اخسارة. بس احناك اكيد شفت الكلام ده قبلية اصلا. طبعا طبعا. في درون مصورة الطريق بالليل او المنصورة الجديدة بالليل. ساحرة. طبعا. تسلم ايديكو بصراحة. ساحرة. ساحرة. طب انا عندي سؤال. الخدمات المدنية والخدمات الصحية والخدمات الامنية. كل ما انا انتظر ان انا لقيه حتى ااخد القرار ان انا انتقل الى المنصورة الجديدة. جاهز ولا هيجهز ولا ايه. كل ده جاهز افهم الدبانة مبني. خلاص كده. اه وقالين جامعة اشتغلت. الجامعة فيها اه متشفى تعليمي وفيها خدماتها وفيها حاجاتها اه الخدمات الامنية موجودة واشتغلت. يعني الموضوع مكتمل يعني الحمد لله نموذج كامل لمدينة كاملة فيها كل الخدمات بكل اه اه اكتحاطها ده غير ان فيه استثمارات بدأت تدخل في المدينة اه خارجية. يعني فيه استثمارات كمان بدأت تنتقل مدينة ده دليل على انها مدينة جاذبة. حلو اوي طيب. سؤال برضو دكتور بقى واعتقد سؤال مهم الناس. دايما كنا زمان يقول لك والله اي تنمية بتحصل بتحصل في المحافظات المشهورة. يعني قاهرة واسكندرية. وبعدين على استحياء ممكن نقرب كده من بعيد ناحية الغربية او الدهالية. وفي الصعيد اخري كنت نروح مقرب من المانيا. والحد كده سلامه عليكم. دلوقتي الوضع عامل ازاي? وفيش محافظة فاندي. ما فيهاش مدينة جديدة بتستوعد عدد السكان. واحيانا بتبقى علشان توفر فرص عامل كمان. يعني ان انت تعمل قاعدة اقتصادية قوية يعني زي العالمين. احنا عاملين قاعدة اقتصادية قوية جدا في العالمين. توفر فرص عامل كبيرة جدا. صحيح. غير السكن وغير المناطق السياحية في منطقة صناعية خلال تلاف فدان. لما حدك تروح الصعيد تلت المدن موجودة الصعيد. من اول بقى عند حضرات بقى انسك من الاول خالص بنسويفل مينيا الفيوم. اه اصيوت غرب اصيوت. اه الفاشن. سهاج اه انا وغرب انا اصوان. تشكة. شارع الوعينات كمان بنشر فيها تخطيط دلوقتي. يعني عندنا كل تقريبا على مستوى الجمهورية بالكامل. وزي محرك تقول فيها كل مستوات الاسكان. فيها اه فرص عمل. فيها اه مستوى اخر من الحياة. يريد في المواطن المطر. دكتور وليد كل اللي قلت كوم وشرق العوينات دي كوم تاني. هتعملوا ايه في شرق العوينات. مدينة برضو فان فيه زراعة هناك كبيرة. والله بجد. اه طبعا. يعني هيبقى فيه مدينة كبيرة برضو زي كده لمنصورة جديدة مدينة مليونية تاخد مليون مليون ونص مواطن بحياتهم باشغالهم بمدارسهم بجامعاتهم بكله. مضبوط زي توشكة فان ما احنا توشكة دلوقتي فيها زاكن وفيها تزرع وفيها مقطات بنزين وفيها خدمات. الله اكبر. دكتور وليد الموضوع حلو وشيك ويشرف مش بس شيك من حيث انه يعني ده بتاع الجماعة الاغنية حتى الاسكان الاجتماعي هناك شكله حلو. انا شفت بجد؟ ده اسكان اجتماعي واسكان متوسط. بجد؟ ده اسكان اجتماعي متوسط؟ اه يا فني. طب عندي سؤال يعني انا عارف راحاتك مش فتحت شاشة بس يعني. طب سؤال مسلا انا شفت مجمع عمرات كده واحد اتنين اربع عمرات وبينهم حمامات سباحة. ده ده سياحة. ده مشروع اه فوق متوسط. ده جنة مشروع جنة. ده فوق المتوسط. المتوسط ممكن يبقى زيه بس مجرح ممات السباحة مسلا. بص يا فني المدينة النجحة بيبقى فيها كل مستويات الاسكان. طبعا. المدينة المنصورة فيها الاجتماعي والمتوسط. والفوق متوسط. والفاخر. انا طبع دولتي شايف الليات على البحر حاجة حاجة عظمة قوي. رايح 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 اربح حارات يومين واربح حارات شمال. ممشة خمستاشر كيلو. بدأنا فيه طبعا ده هو المرحلة الاولى اللي احنا شغالين فيها دلوقتي تقريبا نص المساحة. فانا هيبقى فيه عندي الممشة في حالة اكتمال ان شاء الله كل المراحل خمستاشر كيلو متر. صح كده? مضبو. دلوقتي تقريبا نص هو اللي تم اتمامه نص الممشة. نصه خلص اه. ده ممشة لكل الناس. كل الناس مش ما ما فيش تكيت تدخل ولا تخرج ولا كلا ندخل زي ما انت عايز. خل الله يروحوا يتمشوا ويشموا الهوى ويعودوا على البحر. وحاجة زي يعني الناس اللي بتسافر برا بتشوفها برا واحسن كمان يعني. احنا لسه بنعرض حالة ان الاسكان اللي هو فوق المتوسط ابو حمام سباحة ده. لا. لا احنا كده نسيب السحل ونروح على المنصورة الجديدة يا دكتور وليد. طبعا يا فان. الناس تبطل بقى تحجز في السحل ويبدأوا ينقلوا على على المنصورة الجديدة. احنا مسترين الموقع في حتة يعني جميلة جدا يعني. حاجة محترمة جدا. دكتور وليد احنا يعني ان شاء الله كده هنروحنا نشوف المنصورة كده ونبقى سعداء بيها بإذن الله. واتمنى ان احنا في القريب بيبقى في عندنا لقاء مع بعض كده. وتشغح لنا باستفادة. نجي لك المكتب والله. لا يا فاندم. لا يا فاندم. تسلم عينيه كفاية زوقك يا فاندم. وكفاية الجهد اللي حضراتكم بتبزلوه. الف 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 شكرة يا دكتور. والف مبروك. الف مبروك مش بس لهيئة المجتمعات العمرانية. ومش بس لوزارة الاسكان. ومش بس الحكومة. الف مبروك علينا احنا في مصر احنا المواطنين. الذي طالما او الذين طالما انتظرنا ان يبقى في عندنا مدن بجد. مدن عليه القيمة. عليش اسمحولي بقى علشان انا مخنوق شويتين من حكاية ما احنا طول عمرنا بنعمل مدن. طول عمرنا فين. هندحك على بعض. زمان الدولة كانت بتشتغل بطريقة تقسيم الاراضي. خلينا بس نبقى واقعيين وحقيقيين وما نعودش ندحك على بعض. طريقة تقسيم الاراضي. والله العظيم. الحتة دي. اهي على الخريطة اسمها ستة اكتوبر. اسمها لي كده. تمام. الحتة دي بقى اللي عاوز يبقى يبني فيها اهلا وسهلا. اهالي. يلا. ماشي. محور. اهي الحتة دي هنخليها تبقى. اديها لفلان. ده ابن اختي. وده اهي طبع انكل مش عارف مين. وده ابن عم مش عارف مين. وده ابني. ادي له حتة. دايما كان ابني ادي له حتة. على طول. مالك. اهيه. عشو حدش يقولي حاجة. دايما بدي يمالك حاجات كتير قوي. وكان ممكن يفتحهم على بعض. يعني هتلاقي شقة التجمع. مفتوحة على شقة زايد. المهم. سيبنا من الكلام ده. فيجي يقولك ايه. دي اسمها ستة اكتوبر. وانا عملت كده مدينة. انا راضي زمتك. انت كده. كدولة. عملت مدينة. حتة دي اهالي. حتة دي الكمباوند. وهنشؤلنا هنا طريق. ويعمل الطريق ايه بقى. حارتين يمين حارتين شمال وسلاموا عليكم. انت بتعمل مدينة. طريقها الرئيسي. حارتين. انتو ايه. طب التليفون هتخش امت ان شاء الله ربنا يساكل. والغاز هيخش امت ان شاء الله ربنا يساكل. بقد. انترنت يروح بصصلك وداحك. لأ بصصنا الجيل بتاع الدايلاب. بتاع كده. وبعد كده هتعود ربقى الساعة على ما يكونكت. يعني اصلا. دي كده ما اسمهاش مدينة. لأ. وكل كون بقى لما قالك اعمل مشروع ابن بيتك. فتحول المشروع الى حالة اقرب ما تكون الى عشوائية غير مخططة. البيوت ملزقة في بعضها. والطرق بزرمية. والناس طلع عينها اصلا. وحاجة كانت كرب. كرب يعني. خد لي كل ده انا بكلمك بجد بقى. وقارنه بالعاصمة. وبالعالمين. وبالمنصورة الجديدة. وبالصيوت الجديدة. والفشن الجديدة. والاسماعيلية الجديدة. وهكذا احنا بنتكلم في اربعة وتلاتين مدينة من الجيل الرابع. 34 مدينة مستدامة 34 مدينة محافظة وصديقة للبيئة ما تم إنجازه على الأرض النهاردة من أقصى الصعيد أقصى الجنوب لأقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب دبل اللي تعامل في مصر كلها من ساعة ما قلنا مصر الدولة يعني أنتعرف مصر عمرها كم سنة بتكلم بجد والله العظيم مصر عمرها تقريبا تقريبا حوالي 8000 سنة يعني تقريبا حاجة كده في متوسط التقديرات 6200 و60 سنة وفي أقل التقديرات أقل بقى تقدير يقول لك مصر عمرها 7000 سنة يعني ده تقدير كده وبقى البعض يقول لك لا 6000 ومتين البعض يقول لك أنا من أنصار 8 يمانة ونصة منودي ملهمة الأكبر في التاريخ لمصر القديمة يعني فأنت من ساعة ما بقى فيه عندك حاجة اسمها دولة مصر كمت مصر دي نسبة إلى مصريين بالمناسبة مصريين ده أنا وحاة لتسيدنا الوحاة مهمة يعني كمت الأرض السوداء خمت اللي منها كلمة قبط قبطي في كل ده لحد 2014 احنا سكنين في حتة معينة المساحة المعمورة الأهلة بالسكان في مصر اللي عليها تواجد إنساني ونشاط بشري حتة معينة الشريط الضيق المشهور بمدن زي ما هي تقريبا مغيرناش حاجة حتى لما كانوا بيحاولوا يتحكوا علينا بتدليس فكري غير مسبوق بصراحة في تاريخ الإنسانية إنه يقنعك إنه بيعمل مدن جديدة فكان يعملها على تخوم المدينة بتاعتك زي ما عمل ستة أكتبر والشيخ زايد هي على تخوم بلاء وكفر حكيم في محافظة الجيزة ده بجد يعني تم استغربين يعرف كفر حكيم ليه لا ده قديم مش سهل يعني الله يمسيب الخير محمود غزال صديقي العزيز وزميل الدراسة كان عندهم مصنع في كفر حكيم أظنه لازال موجود لو محمود وصلت له للرسالة دي اسأل عليها محمود عشان توحيشني مهم يعني فعملناها على تخوم الجيزة يعني وكلنا جزء من الأراضي الزراعية عملنا عكة كده مهم لكن اللي بيجرى دلوقتي حاجة تانية خالص انت بتخلق يا يوسف أهو انت بتخلق مدن من العدم يا سيدي بلاش تخلق الخلق لرب العزة سبحانه وتعالى وحده ولا الشريكة لا انت بتبني مدن جديدة من العدم اللي حصل هو الدبل يعني مصر بقت اتنين مش اتنين بعد الشر منقاسمة بنينة من أول وجديد تقريبا نفس المساحة التي كانت معمورة منذ بدء الدولة من أكتر من 8000 سنة ولا 7000 سنة لحد 2014 بدأت في 2014 تعمل حركة بناء وتعمير عمران عارف يعني ايه عمران؟ العمران مش هو المبنى ولا بس الطريق العمران ده انك تعمل نشاط انساني اي نشاط اقتصادي يعني الناس لما تروح هتسكن الناس بتنتقل من بيوتها ازاي؟ هل بيروح يسكن جنب شغله واللي هو بيشتغل وبعدين يشتري بيت جنب الشغل ايهما اسبق؟ الشغل لقمة العيش ده طبيعة البشرية الانسان يتحرك في الاماكن لما بدأت الخليقة فبيتحرك في الاماكن اللي فيها الزرع وفيها المية وفيها الصيد صح كده؟ مصر بتعمل ايه من 2014؟ بتعمل النشاط الاقتصادي نشاط بشري فشجعك انك تنقل فانا اروح جاي اعمل مثلا الحتة دي هيبقى فيها المصانع وبالتالي المصانع دي محتاجة الطرق والمصانع يلزب تكون قريبا من الاماكن المناطق بتاعت مثلا المواد الخام قريبا من المواني البرية المواني الجفة وقريبا من المواني البحرية قريبا من المطارات على حسب النشاط اللي هعمله طبعا وبعدين كمان لازم اعمل هناك المدن اللي الناس هتعيش فيها وكمان لازم اعمل المدارس بتاعت الاولاد وكمان لازم اعمل الجامعات بتاعت الشباب ولازم اوجد فرص عمل لمستقبل هؤلاء الشباب كده انا بعمل حاجة اسمها عمران مش كده يبقى اسمه سمك لبن طمر هندي عشان كده كان عندنا في كل الجرائد المعارضة والخاصة في مصر زمان كان يكتب بيقولك مدن الاشباح تبني فوق عمرات فاضية حدش بيسكن اسكن فين تعملي مدينة في قلب الصحرة لا زرعة فيها ولا ماء ولا مدرسة ولا جامعة ولا مصنع ولا شركة ولا ارض زراعها ولا اي حاجة ده قديمه عرفت يعني ايه جمهورية جديدة او فلسفة الجمهورية الجديدة ان اردت نفكر فيها دايما وابرة واثنين وتلاتة بنفكر مع بعض محدش بيملي عليك فكرة ولا حد هيحضرك خالص احنا بنفكر مع بعض بنفتح لبعض المدارك والافكار حشل اللي انا جاولك انا بفتح لك مداركك لأ وانت تفتح لي مداركي نتناقش ونفكر علشان نبني البلد فاصل ونكمل الكلام اشتركوا في القناة طيب ازاي حضراتكم هاملين ايه كله تمام شوف كل ما بيبقى في مهرجانات سينمائية ومصرحية ابقى انا مبسوط جدا ليه بقى لازم تبقى فاهم حاجة مهمة جدا عزيزي المواطن المشاهد العظيم المهرجانات بتشجع الصناعة يعني ايه المهرجان ده بيشجع على المزيد من العرض بتاع الاعمال السينمائية المختلفة اذا كان مهرجان سينما اذا كان مهرجان مصرح اذا كان مهرجان دراما وهكذا طيب فيبقى احنا في عندنا اعمال اكتر تبدأ يتم انتاجها وبالتالي تشارك في هذه المهرجانات يحصل لها تقييم الفيلم ده فاز المصرحية دي فازت المسلسل ده فلان خد جايزة علام نكرم الاخ الاخ فهتحصل حالة من حالات التشجيع وبالتالي حالة من حالات اثراء الصناعة دفعها للامام هتلاقي على سبيل المثال مثلا مهرجان البحر الاحمر السينمائي باذن الله هو دلوقتي فيه اطار الاستعداد لانطلاق الدورة التانية في الفترة من واحد لعشر ديسمبر المقبل طيب فيه بقى تفاصيل كتير جدا على وقاع هذا المهرجان فعالياته الافلام الاسماء المكرمة الى اخره ينضم الينا الناقد الفني والكاتب الكبير اساس طارق الشناوي ازاك يا اساس طارق اساس طارق الخطة اطع هنعود الاتصال مرة تانية احنا بالمناسبة احنا عايزين اكون اساس طارق علشان برضو يفتنى في ذلك يعني هو من اهل الاختصاص في هذه المواضيع اهمية المهرجانات دي حاجة اهمية وجود اكتر مهرجان فيه ناس تيجي تقولك مثلا ايه طب احنا مثلا عندنا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعندنا مهرجان اسكندرية اقولك لا احنا عندنا مهرجانات كتير لأكتر من مجال بالمناسبة فيه مهرجان مثلا للمنصورة للمصرح فيه مهرجان البحر الاحمر للسينما فيه مهرجان الاسماعيلية وفيه اكتر من مهرجان ولأكتر من مجال فني يا سادة يا كرام المهرجانات ما هيش بس الحالة الاحتفالية لا المهرجانات يعني لجان تحكيم يعني تقييم يعني هوامش المهرجان يعني التقاء الصناع يعني تبادل وجهات النظر وهرجع تاني ارحب وبشدة بكاتبنا الكمير وناقضنا الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي زكا أستاذ طارق أهلا أهلا وحشنا أستاذ طارق تعارف بس يا دوبك المبراخة لسالة لمطش بتاع كنا فمقها بقى في مدينة جدة مطش السعودية والمكسيك قولي النتيجة ايه النتيجة ايه النتيجة كم كان اتنين واحد بس يعني اتنين لسالح المكسيك الله إنما الجون الجون السعودي جافل يمكن قبل النهاية بثلاث اربع دقائق عمل نوع من التوازن كده لأنك المهزومية تنتر فيعني عمل توازن شوية أنا كان نفسي السعودية تكسب بصراح بس في كل الأحوال يعني في كل الأحوال يعتبر يعني إنجاز إنك إنت قدرت تصمب في الدور ده كويس يعني بقدر المستطاع بس فعلا الجون الأخير ده لسالح السعودية عمل شيء من التوازن عند الجمهور طب كويس ايه؟ العربي كله لأنه المقهى المقهى ما كانش بس دمهور صعودي لأ ده جمهور عربي طبعا عربي ومصري ومصري جدير طبعا 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 عسنا يعني عمال عمال كنت يعني بدع ربنا نكس عمل عمل عربي كذا يعني هناك عمل في أكثر من دولة إنه ممكن الأمور تبقى أجمل الدور ده بإذن الله بإذن الله نرجع بقى على كلام عن السيمة ومهرجان البحر الأحمر في دورته التانية والاستعدادات أنا كنت بتكلم على أهمية المهرجانات بشكل عامة يا سيس طارق وأيضا من ضمنها بالتأكيد مهرجان البحر الأحمر اللي بتجرى استعداداته الآن على قدم وساق أه هو بص غدا في حدود السابعة أو السادسة توقيت مصر أه هيفتتح تفتح الدورة الثانية حلو طبعا في مشاركات من عديد من الدول لأنهم مهرجان دولي صحيح فيه تكريم بالمناسبة للشنانة الكبيرة يسرى حلو بجائزة اسمها اليسر دي بتبقى للعطاء المتد عبر الزمن وطبعا يسرى اللي هي عطاها يعود لمتصف السبعانيات صحيح وعظم حاجة إن الشنان يظل في بقرة الإبداع مهما مر به الزمن يسرى بتهدم كل زمن وكل عصف عظيم جدا الزهر السبعانيات وحتى الآن طبعا لما بيبقى فيه رهان على عمل فني سواء في الدراما التلفزيونية أو في السينما يسرى موجودة مزبوط 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 فيه تكريم أيضا لشارو خان الفنان الهندي ده بعروف أهم نجم في الهند ده ومن أهم النجوم العالم بصراح فيه حفلات طبعا وفيه حفلات غنائية مجزي مثلا حيشارك في حاجة عبر دياب احتمال كبير هتلاقيه في الختام حلو يعني عايزة أقول الوجود المصري لما فيه فيلمين فيلمين مهرجان جدا بيرمم فيلمين مصريين خلي بالك من زوزو وغرام في الكارنك بيرمم خلي بالك من زوزو وغرام في الكارنك ها ها واخد بالك انه ها زي ما كنا بنقول ايه نقول ده من الفيلم العربي يعني المظهومة عندنا في مصري والعالم العربي من الفيلم المصري اسمه الفيلم العربي الفيلم العربي ده التعبير يعني متعرف عليه في العالم العربي كله اقول ان انت بدأت وقدمت وعشان كده التراث ده صحيح تراث مصري لكنه اصعمه ايضا عربي اتمنى بجد ان الدولة بنخل وزارة الثقافة وباناش الدكتورة نيفين الكلاني انها يبقى فيه عندنا خطة قومية لترميم أفلامنا يعني مرد القاهرة رم من فيلمين رم من فيلمين حسين فهم الدولة الاخيرة دي يوميات يبقى في الارياش يغني على الممر طبعا يوميات ده توفيق صالح يغني على الممر علي عبدالخالق لكن احنا فيه افلام كتيرا مهددة افلام مصرية بالضياع يعني واناها الذاكرة نبتها ذاكرة الامة محتاجة ان احنا فعلا نعتبرها خطة قومية اتمنى ده صحيح يعني مهرجان جدا بيعمل افلام اهو مصرية بس ده الدور الحقيقي ان احنا نلحق لانه مع الزمن ممكن الترميل نفسه ما يجبش نتيجة لحفظ التراث لازم نبدأ بسرعة اتمنى ده اتفق معك 100% طيب هل تم اعلام قيمة الافلام المشاركة في مهرجان البحر الاحمر السينمائي اللي بيقام في جدة السنة دي لعني الدورة التانية ولا لسه؟ لا طبعا الافلام معلنة من اغلب دول العالم في افلام في المسابقة الرسمية مصر ما لهاش فيلم لكن اللي كريم مثلا في لجنة التحكيم الدولية الدولية عظيم لكن احنا في المسابقة مصر مش مشاركة انا كلينا في الافلام القصيرة في افلام مصرية في القصير متوجدة نهيك على انه اكبر وفد الحقيقة وده كموجود السنة الفاتح وموجود السنة دي اكبر وفد موجود على مستوى العالم كله هو الوفد المصر كعدد بطبيعة الحال ده مفهوم جدا بطبيعة الحال صح صح بين مبدعين وبين لقات وصحفيين وفي ايضا تغطية من نايل سينما يعني في حضور مصري عالي جدا جدا طب دي برضو عودة قوية لمشاركة نايل سينما في تغطية المهرجانات خارج مصر الحقيقة كانوا موجودين في قرطاش مؤخرا كويس في برلين كنت بشوفهم كتير وفكان والله يا حل يمكن سنوات الكورونا كانت شوية كان بقى فيه صعوبة لكن الحقيقة لا يعني فيه اهتمام انه مصر يكون موجودة في المهرجانات الكبرى كان مهم ان تبقى فيه افلام مصرية روائية يعني مشاركة او افلام طويلة مشاركة في المصابق الرسمي كان يبقى مهم وكان يبقى حلو يعني وجودك ما انت وجوء يعني الوجود المصري قائم لما يكون في لجنة التحكيم وفيه تكريم لمصريين وفيه ايضا افلام كثيرة وفيه هذا الحضور لنجوم كتار ووافد اعلامي وايضا صحفي ده بكون ده وجود ها اعتبروا ده وجود يعني ايه مش عارف انا بحس انه عدم مشاركتنا بفيلم بيبقى ايه الوجود المشرف اه حاجة كويسة وجميلة بس في اطار كمان منافسات داخل صناعة السينما العربية كنت احب يبقى فيه عندنا فيلم مشارك اكيد بس يعني يعني عايز اقول ايه ان انت بس مش كل فيلم مش كل فيلم اه مصري حتى لو جيد بيبقى له فرص في المهرجانات لها شروط يعني يعني مثلا انت عرضت كمصر ساعتاشر به في المهرجان القاهرة اه لبما لو كان مثلا الانتاج حيديل المهرجان البحر الاحمر كان كده هيحرم بلده منه يعني عايز اقول فيه مفادلات يعني اتصور انه انه فيه فيلم مهم كان ممكن يكون موجود لكن طبعا اه وجوده في القاهرة كان مهم فعشان كده فضلوا التواجد في القاهرة وده وده موقف مطلوب قطعا جدا انا بشكرك جدا اه استاذ طارق الى ان ينتهي المهرجان وتعود الى القاهرة بالسلامة فنلتقي بقى في الاستوديو كعاداتنا كاتبنا الكبير ونقضنا الفاني الكبير استاذ طارق الشناوي محدتنا من او كان يحدثنا من جدة تعالى بقى احنا كنا بنتكلم بالمناسبة حتى استاذ طارق بيتكلم على وزارة الثقافة وتبني مشروع قومي لترميم الافلام النهاردة اعلنت حوزات الثقافة نجاح جهود بالتعاون مع وزارة الخارجية في ايه؟ في تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للانسانية واستطاعت مصر خلال الدورة السبعتاشر لللجنة الحكومية الدولية التابعة ليونسكو لصون الافاء التراث الثقافي غير المادي واللي بتقام في العاصمة المغربية الرباط في حشد تأييد واسع وصل الى حد الاجماع على تسجيلها رحلة العائلة المقدسة على قوائم اليونسكو ده شيء رائع خلونا من المغرب نستقبل على التليفون دكتور نهلة امام مستشار التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة اهلا بك يا دكتور اهلا يا فانتر ازاي الصحة كله تمام؟ مبروك 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 علينا وشكرا ليكو مبروك لمصر جميعا احنا بنهين الشعب المصري وندفلوا قبر ادراج نجاح ادراج ملاث الاحتفالات المرتبة برهلة العائلة المقدسة على قوائم الكراث ثقافي غير الماسي للإنسان هنا يجي سؤال دكتور نهلة هيحتاج يسأله دايما اي مواطن في مصر اهمية ده بالنسبة لنا ايه في مصر اهمية ده بالنسبة لنا ايه في الحركة السياحية لو صح التعبير اهمية ده بالنسبة لنا ايه في السياحة الدينية اهمية ده بالنسبة لنا ايه ثقافيا وتراثيا ايضا انه يتم ادراك ده في اليوناسكو او مع اليوناسكو محدش يقولي ان الخط قطع الخط قطع فعلا دكتور نهلة يا دكتور دكتور نهلة ارجوكي اتمنى من كل انواع التكنولوجيا انه 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 الخط يرجع لنا مرة تانية على كل الى انه عاود الاتصال مرة تانية بدكتور نهلة امام مستشارة تراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة زي ما كانت دكتور نهلة بتقول هو فعلا بجد لازم تقول فهمين انه ده موضوع شديد الاهمية مبروك بجد لنا كمصريين ادراك هذا الموضوع على او امام اليوناسكو انه يبقى مسار العائلة المقدسة هو مدرج امام هذه المؤسسة التابعة للهيئة الامامية شديد الاهمية لمصر ده واحد اتنين ده يساعدنا جميعا بالمناسبة حتى في اطار بعيدا بقى حتى عن التراث والثقافة انت بتتكلم هنا على انك انت هتحول هذا المصار الى شكل من اشكال السياحة الدينية عايز اقول لكم على حاجة لطيفة اوه مصر ربنا سبحانه وتعالى ده لها حاجات كتير وميزها اكتر من كل الامام اقول لي مكان ربنا سبحانه وتعالى تجلى فيه غير مصر جبل التجلي عندنا في سيناء صح؟ سياحة دينية سياحة دينية ايه مش هزار طيب مصار العائلة المقدسة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام السيدة مريم العضرة السيدة سيدنا يوسف النجار والرحلة بتاعت العائلة المقدسة من فلسطين دخولا الى مصر حتى استقروا وكانوا آمنين في هذا البلد ودي رمزية وإشارة ورسالة مهمة من ربنا سبحانه وتعالى على الأمن والأمان في هذا البلد وأن هذا البلد بالمناسبة هي أرض مقدسة مصر دي أرض مقدسة بمصار العائلة المقدسة أرض مقدسة ده واحد بالتجلي العظيم تجلي صاحب القدرة المطلقة ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأرض فهي أرض مقدسة عاوز ترجع للنصوص الدينية في الكتب التلاتة فأن هذا الوادي مقدس يا موسى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاتفقت الكتب المقدسة اللي بعاتها ربنا من السماء لنا هنا كبشر على الأرض على أنه هذه الأرض مقدسة تقعد انت بقى تسأل وتقول الحاجات دي كانش بتعيب الزمان ليه والله الدمعة تفر من عيني محدش فينا عنده أي إجابة على ده كانش بتعيب الكلام ده من الزمان ليه استسيبه كنت الثلاثين سنة اللي فاتوا اوعى كانوا جايبين الديب من ديله سيبك عدوا راحوا مطرح مراحوا على رأي سعاد حسني الشوكولاتة الساحة راحت مطرح مراحت كلمات صلاح جايين الله يرحمه تعالوا نروح لمخبر تاني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أفاد بالقاتي حصل تقدم لمصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية ده سنة عشرين اتنين وعشرين الجارية والمؤلاء التي قاربت على الانتهاء إنه هو إلا تقريبا واحد وثلاثين يوم والسنة دي تخلص نتمنى ان تنتة وعشرين تطلع أحلى طيب مصر حققت تقدم قد ايه؟ من عشرين عشرين لعشرين اتنين وعشرين يعني الاربعة وعشرين شهر دول مصر حققت تقدم اتنين واربعين مركز كنا زمان في المركز 111 وصلنا إلى المركز 69 يعني بنلعب مع الكبار بنلعب مع الكبار ده في إطار مصر الرقمية الحكومة الرقمية حكومة متقدمة بقينا بنلعب في تصنيف ايه؟ ما هو اي بي سي انت دلوقتي تصنيفك ايه؟ مؤشر نوج الحكومة الرقمية بيئيس ازاي؟ بيئيس بمعدل نقاط ل198 دولة على مستوى العالم انت كنت لحد عشرين عشرين شك بقلعا دي يقولك ايه؟ وكنا قد قضعنا شوطا كبيرا عظيما في بنياتنا التكنولوجية والرقمية والبطيخية وكل الكلام اللي تقال اي كلام اي كلام لحد عشرين عشرين كنا في رقم 111 اي كلام مش اكتبقوا لكم ان شوية احنا الجيل بتاعي عاوز تخش على الانترنت عاوز تقعد تعمل ديلاب وتسمع صوت في التليفون مزعج مزعج وتقعد بقى عشرة خمستش دقيقة بتكونكت يا رب وتدعي ربنا وتقوم تصلي لك ركعتين وترجع وتكمل دعا وأذكر الصباح وأذكر المساء ولسه ما عملتش كونكشن وتفشل المحاولة ارجوك حاول من جديد اوزيمة هو حياته كلها كانت تكنولوجيا الولد كان هيئس فتيجي انت بقى من عشرين عشرين لعشرين اتنين وعشرين تنط توصل لحد الرقم 69 تقفز اتنين واربعين مركز بعد ما كانت تصنيفك سي بقيت ايه بقيت مع الكبرات مع انت ايه دي اللي هي فين يعني اوروبا امريكا الشمالية وبعض من دول امريكا الجنوبية وبعض من دول اسي عمليا انت وسط 69 الكبار والتصنيف بتاع بلاد بره بيقولك انت بقيت ايه طيب فيه اربع مؤشرات رئيسية زي هذا المؤشر اللي هو نطج الحكومة مثلا مؤشر الانظمة الحكومية الاساسية مصر هنا جات ضمن الفئة بتاعة ايه الدول المتقدمة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية جات برضو في المؤشر ايه او جات في التصنيف ايه مؤشر التفاعل الرقمي مع المواطن التفاعل ما بين هادي الحكومة الالكترونية والحكومة الرقمية والمواطن هنا خدنا بقى ايه بي ما بيحسننا في اخص متوسط ونقط مؤشر ممكنات التحول الرقمي مستقبلك الرقمي جينا ضمن الفئة بتاعة الدول المتقدمة ايه بتصنيف عام احنا كده ايه وش طيب يفتنا في ذلك ايضا دكتور عبدالوهاب جنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اهلا 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 يا دكتور عبدالوهاب اهلا 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 بالاعلام الكبير يا ربي خلي حضرتك يا دكتور دكتور كلمنا على مسألة ان احنا قفزنا 42 مركز في خلال سنتين وصلنا الى تصنيف عام ايه بقى مركزنا رقم 69 ما بين الدول الكبيرة يعني انا استخدمت لقب دلوقتي بقينا بنلعب مع الكبار بعد ما كان تصنيفنا بعيد خالص كنا 111 دكتور عبدالوهاب ايوة معاك اهلا ايوة فن اولا احنا ما بنقفز كده فجأة حلو لازم يكون انت عندك تجهيز زي ما احنا بنجهز العالم كله بيجهز احنا كاننا في ريس كاننا في سبق كلنا بنجري اهلا اذا كلنا جرينا بنفس السرعة هيظل ترتبنا زي ما هو صح اذا لازم انت تعمل خطوات استباقية وتعمل تصارع اكتر علشان تسبق بعض الدول انت لما نطيت 42 مركز معناها تخطيت 42 دولة صح طب هل الدول دي كانت نيمة او وقفة لا تطور نفسيه بس انت طورت بوطيرة اسرعة يعني انا عندي هنا نقطة ان الحقيقة لولا دعم فخمت الرئيس عفتاح السيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتحديد ما كانش قفز هذه القفزات وقفزات غيرها حولها حضرتك احنا لما نصرف خلال الفترة اللي فاتت اكتر من 100 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية ما كانش حصل ان قفزنا 42 مركز المؤشرات اللي حركلتها من شوية لما يكون عندي اربع مؤشرات رئيسية الاربع مؤشرات رئيسية دول فيهم 48 مؤشر فرعي بيتحسم فيهم صرعة الانترنت بيتحسم فيهم نوعية التطبيقات بتتحسب فيهم المنصات اللي عندك بتتحسب فيهم عملت كام خدمة رقمية للمواطنين وعملت اعادة هندسة للخدمات دي شكلها ايه نوع السيرتيفيكيشن او الاعتماد اللي انت واخده في التطبيقات زي مثلا امن وسرية المعلومات وخصوصية المعلومات نشر المعلومات اذا فيه مؤشرات كتيرة جدا كنت انت زي ما حالك قلت بتلعب مع الكبار وصل تأديرك ايه بنسبة اكتر من 75% معناها ان انت هنا كحكومة نجحت في نطج الحكومة الرقمية نطج الحكومة هنا معناها ايه ده الحكومة هي مقدم الخدمة كون الحكومة بتقدم خدمة وهي نطجة معناها هتوصل الخدمة دي باعلى كفاءة وبفاعلية للمواطنين حلو جدا ده الجزء الاولاني الجزء التاني طب احنا هل احنا نطينا في المؤشر ده بس لا ده احنا على جانب هذا المؤشر الحكومة المصرية في مؤشر جهزية الحكومة للزكاء الاصطناعي واخدين المركز 56 عالميا 56 يعني برضو بنلعب مع الكبار طبعا اكيد ليه طب هنا ليه بقى لان احنا الحقيقة لما انشأنا مركز عقل مصر اللي هو مركز معلومات اللي في العاصمة الادارية الجديدة اللي هفكر حضرتك تكلف 16 مليار جنيه وفي مركز زيه في منطقة ما محدث يعرفها اللي هو البكب او البديل له برضو متكلف هذا الكلام عنده اجراءات عالية الدقة في امن وسرية المعلومات وفي جميع القواعد البيانات الخاصة الموحدة بتاعت مصر كلها لما انت تعمل هذه البنية التحتية التكنولوجية فيها تطبيقات من الزكاء الاصطناعي علشان ادارة المدن الزكية اللي حركة لسه متتكلم عليها فيها تطبيقات من انترنت الاشياء لان كل النظم النقل والنظم تدوير المخلفات ونظم ادارة البنية التحتية وادارة البنية التحتية التكنولوجية وادارة امن المدن دي كلها حيبقى بنظم الكترونية بمستشعرات الكترونية بكاميرات الكترونية متوصلة بالشبكات كلها مش هيبقى فيه بقى لما تتكسر مصورة مية منتظر لما المية تغرق والناس تبلغ بالتليفون مجرد ما المصورة بتتكسر بيبان على الشاشة حتى معينة اتكسلت فيها المصورة بيروح فريق الاصلاح فورا اذا احنا هنا بنتقدم بسرعة طب المؤشر التالت اللي يبشر بالخير مصر بقى عندها اسرع انترنت ثابت في افراقيا طب معناها ايه احنا كان عندنا الانترنت من سنتين كنا وصلنا الى حوالي 6 ميجابيت برساكة حاليا الانترنت الثابت حوالي 46 ميجابيت برساكة هل هو ده المأمول لا احنا عايزين تطور اكتر بس احنا لما اتطورنا ما يقرب من 9 اضعاف ليه لان احنا استبدلنا الاف الكيلومترات من الكابلات النحاسية الى كابلات الالياف الضوئية واطلقنا طبعا القامير الصناعة طيبة واحدة عشان يغطي المناطق الحدودية بانترنت فاكسر عريض النطاق كل ده اهلنا نبقى رقم واحد في افريقيا في الانترنت الثابت حلوى او اذا احنا مؤشراتنا الدولية بترتفع طب ده حيصب فين بقى حيصب في صالح المؤشرات الكلية للدولة المصرية احنا النهاردة مثلا على سبيل المثال الكلام ده ليه مردود اقتصادي ايوة انت النهاردة لما تسيجي تاخد مثلا قرد من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او اي سناديك دولية بتبص على كل مؤشراتك مش المالية بس حتى التكنولوجية اوكي اذا احنا النهاردة كل ما بنرتفع في اي مؤشر اذا احنا بندخل في زمرة الكبار وانا اعتقد مصر النهاردة لما تبقى تاني اكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد السعودية واكبر اقتصاد في افريقيا ده حاجة كبيرة جدا هل احنا هنقف كده لا انا اعتقد ان احنا النهاردة بيتخال النظم الالكترونية الجديدة لما ندخل الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بدل ما هيبقى الناسج المحل الاجمالي في مصر ما يقرب من 8 تريليون جنيه ممكن يرتفع الى 14 و 15 تريليون جنيه ممكن ساعتها ندخل نادي جي 20 اكبر 20 اقتصاد في العالم لان احنا هما بتدخل بناءنا على ايه على قمتك طبعا على الجدي بي بتاعك طبعا على الناتج المحل الاجمالي احنا عندنا اقدر من 60% من نتج المحل الاجمالي مش باين في الناتج المحل الاجمالي لانه اجتماع لانه اقتصاد خفي اقتصاد مش باين وعلى فكرة التصنيفها دي في الاقتصاد هم عشر انواع الاقتصاد الغير الرسمي ده بتقول عليه الاقتصاد الرمادي اللي هو مش باين في نتج المحل الاجمالي ولا في الجهاز المصرفي ولا في الضرائب ولا في التأمنات الاجتماعية صحيح صحيح اذا احنا عندنا مؤشرات كتيرة جدا في فترات زمنية كبيرة معرفناش ندخل فيها لكن زي ما حالك قلت خلال سنتين نتخطى 42 دولة كانوا برضو داخلين السباء وبيجروا بس احنا جرينا اسرع شوية فتخطناهم انا اعتقد الفترات اللي جاية لان اسرع نمو في قطاعات مصر كلها هو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وده بينمو باكتر من 17% سنويا وبيزاهم بما يوازي 8% من ناتج المحل الاجمالي المصري انا اعتقد ان هذا القطاع وخاصة شهدنا النهاردة دولة معالي رئيس مجلس الوزراء بيشهد توقيع اتفائيات مع 9 شركات عالمية في تقديم التعهيد او ان بتقدم خدمات من مصر لدول خارج مصر زي الكول سنترز وغيرها كل هذه الخدمات بتدر على مصر مليارات وتفتح مجالات سوء عمل للشباب برواتب عالية جدا وكل هذا بيؤدي الى توطين التكنولوجيا في مصر وهو المطلوب انا بشكرك جدا 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 يا دكتور كل الشكر دكتور عبدالوهاب وغنيم ناقب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد توطين التكنولوجيا ده يعني مسألة انه توطن التكنولوجيا في هذا الوطن بالمناسبة دي حلم كبير عندي يوازيها بقى ايه؟ امريكا عندهم حاجة اسمها داربا داربا دي اللي هي ديفانس ادفانسد ريسيرتش بروجيكتز يعني مشروعات الدفاعية المتطورة علم؟ او المتقدمة علشان امريكا او امريكا عندها المؤسسة دي لانها عندها تطور تكنولوجي مخيف مزهل مزهل اكتر دولة عندها ريسيرتش او بحث علمي علشان توصل لده فاشتغلوا على تطوير التعليم جبنية التعليم المدرسي في امريكا تعملوا عملية تطوير اكتر من مرة وكاد ان ينهار في التسعينيات والدولة كلها تحركت كاد ان ينهار بالمعنى الحرفي والدولة كلها تحركت عشان تطوير للتعليم جوه الولايات المتحدة الامريكية ليه؟ لانه قالك النمط القائم دلوقتي اصبح لا يشجع على المزيد من التطور والابداع والتفكير الجدلي والتفكير البحثي والتفكير الابداعي فعملوا اعادة تطوير لمنظومة التعليم المدرسي في امريكا وطبعا عندهم جمعات مهمة وكبيرة ومركز بحثية كتير بس بالمناسبة لازم تبقى كمان فاهم انه المجتمع او بالاضاق المجتمع الصناعي الامريكي او الطبقات الرأس مالية الامريكية يعني ملاك رأس المال او المؤسسات المالية الكبيرة او رجال الاعمال الكبر اشهاء من المشهورين دلوقتي على سبيل المساعدة دلوقتي بقى حد زي إيلن موسك يعملوا ايه بيستثمروا في التكنولوجيا بيستثمروا في العقول الفائقة فيعملوا مراكز بحثية ويتبنوا العلماء ويصرفوا عليهم علشان خاطر يطلعوا الاختراع الاختراع ده بعد كده هيفيدوا هو صناعيا واستثماريا اعلقت ده بقى بداربا اللي في امريكا الحلم بتاعي احنا يبقى في عندنا احنا داربا بتاعتنا انا حاسس انه ده هيحصل في يوم من الايام بالخطوات اللي احنا بنعملها دي هيحصل في يوم من الايام ورغم ان في الجميع بلد بره مش عاوزيننا كده بس احنا بإذن الله قادرين معنا ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى قبل اي حاجة ومعنا بلد عايزة ده دولة عايزة ده رئيس عايز ده وهنشتغل على كده خلونا نروح لفاصل وهنبدأ بقى فقرتنا حاول مش بس مسألة المنصورة الجديدة يا سادة الكرام مسألة هذه المدن الجديدة بهذا الشكل بهذه الطريقة بهذه الأفكار مدن جديدة من الجيل الرابع مدن زكية مدن متطورة يا ترى هالترى هي بتضيف ايه للاقتصاد المصري دي حاجة مهمة جدا ضفنا العزيز الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العادل للدراسات الاقتصادية ينورنا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأ حلوة المنصورة الجديدة بصراحة طيب خلونا الأول نرحب بضفنا العزيز دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العادل للدراسات الاقتصادية نورنا دكتور كريم شكرا لحبا عمل ايه ايه الاحوان حمد الله خير كل تمام حمد الله طيب بشكل عام مصر عندها خطة لبناء 34 مدينة بنفس الطريقة على نفس النصق بنفس الافكار اللي هتبقى مدن من الجيل الرابع مدن زكية الى اخره ودلوقتي احنا بنشتغل في 17 مدينة تقريبا في نفس الوقت السؤال اللي بيطرح بجد نفسه هل هذه المدن هي مجرد اتساع للرقعة العمرانية المأهولة بالسكان ولا ان لها ادوار تانية قد يكون جزء منها متعلق بدعم وتنمية الاقتصاد طبعا الدولة المصرية بتعمل جاهدة على تحقيق الاستفادة والاستغلال الامسل للمساحة التي بتتمتع بها الدولة المصرية من ناحية وايضا الموقع الجغرافي والاستراتيجي للعديد من المحافظات داخل الجمهورية الحقيقة ان انشاء مثل هذه المدن الدولة المصرية لا تستهدف فقط في البعد الاقتصادي ولكن هناك ايضا ابعاد اجتماعية وابعاد بيئية تتعلق به وترتبط به انشاء مثل هذه المدن لان انشاء مثل هذه المدن هو بيساهم بصورة كبيرة في الحد من الزيادة السكانية والضغط على مناطق معينة داخل الجمهورية تبقاش الكسافات عالية بالضبط انشاء مثل هذه المدن وعلى مدار انشاءها بيساهم بصورة كبيرة في توفير فرص عمل بيساهم بصورة كبيرة في دعم القطاعات الانتاجية والصناعية اللي بتقوم بدورها وبتساهم في انشاء مثل هذه المدن وبالتالي هنجد ان هذه المدن بيتحقق من خلالها مفهوم النموء الاحتوائي ده مفهوم اقتصادي المقصود بيه المقصود ان الدولة بتراعي العدالة في توزيع سمار التنمية بان الجميع مستفيد من المشروعات القومية اللي الدولة بتقوم بيها ليس فقط العاملين في هذه المدن ولكن ايضا الفرد والاسرة والمجتمع المصنعين والمنتجين كافة من له صلة وله ارتباط بانشاء وتأسيس مثل هذه المدن وبالتالي هذه المدن بتساهم ايضا في جذب استثمارات لانها بتشمل العديد من القطاعات داخلها يعني على سبيل المثال مدينة المنصورة الجديدة هنجد انها بتضم منطقة سياحية ونجد انها بتضم منطقة طبية ومنطقة سكنية ومنطقة تعليمية كل هذه المناطق هي بتجذب استثمارات نوعية فيها يعني على سبيل المثال هنجد انها بتتميز به سياحة او منطقة لليخوت يبقى بالتالي الدولة من خلال هذه المنطقة بتدعم سياحة عالمية وهي سياحة اليخوت وبالتالي بتدعم السياحة داخل الدولة المصرية بتستطيع ادخال موارد جديدة من النقد الأجنبي أيضا هنجد أنها مدن زكية أو مدينة زكية الدولة بتراعي فيها التكنولوجيا الحديثة بتراعي فيها البعد البيئي والمستدام للجيل الحالي والأجيال القادمة وبالتالي أنا من هنا بستطيع جذب استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجطاع الطاقة النظيفة والمتجددة هنجد أيضا مدينة طبية ومدينة تعليمية متكاملة وبالتالي أستطيع جذب استثمارات للكطاع الصحي والقطاع التعليمي جذب استثماراتي أنا بتحدث عن توفير فرص عمل للشباب بتحدث عن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كافة على مستوى الجمهورية سواء بصورة مباشرة سواء بصورة غير مباشرة الكل مستفيد من هذه المشروعات القومية ليس فقط العاملين فيها أو القائمين فيها ولكن على مستوى كافة محافظات الجمهورية هنجد الكل مستفيد الأجيال الحالية والأجيال القادمة عظيم جدا طيب السؤال برضو اللي بيجي على بالنا كلنا هل احنا بنشتغل على مناطق بحد ذاتها يعني والله أنا هعمل مدينة جديدة جدا قريبة من العاصمة فكننا زي ما نعمل مجتمعات عمرانية جنب العاصمة زي الشيخ زيد زي مش عام 6 أكتوبر التجمع الخمس كلام من ده مؤخرا رح نعملها العاصمة الإدارية الجديدة طيب ما تيجوا نعمل مدينة جديدة جنب المدينة الشهيرة محافظة الأسكندرية فبنعمل على مين؟ اللي ما جاش على بالنا أبدا أن احنا في يومنا العامة بقى في عندي منصورة جديدة الصيود جديدة الفشن الجديدة إلخ 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 أنا بعمل كده ليه؟ وبوزعها على النطاق الجغرافي بتاع القطر المصري كله ليه؟ ليه لأن الدولة المصرية كل محافظة لها مزايا نسبية يعني على سبيل المثال مدينة المنصورة هي لها موقع جغرافي بيرتبط بالبحر المتوسط محافظة الأسكندرية ومدينة العالمين الجديدة والساحل الشمالي وبالتالي أنا هنا لما بعمل هذه المدينة هي لها بعد سياحي وكما أشارت لحضرتك بستفيد من سياحة اليخوت في هذه المدينة الجديدة على مستوى الجمهورية الدولة المصرية بتستغل أو بتعمل على تطوير كافة محافظات ومناطق الجمهورية وفقاً لاحتياجات كل منطقة ويمكن ده لمسنا بصورة كبيرة في مبادرة حياة كريمة اللي بتدرس كل محافظة وبتدرس كل قرية وكل منطقة وفقاً لاحتياجاتها ومتطلباتها ضرورية وبناء عليه بتبدأ عملية التطوير وبالتالي هنا فيه يعني مصارين للتطوير فيه مصار أن أنا بستغل استغلال أمثل لموقع جغرافي معين أو منطقة معينة على مستوى الجمهورية والمصار الثاني أن أنا بحاول أطور المناطق وفقاً لاحتياجاتها ومتطلباتها وأيضاً بخلق حالة من التمكين الاقتصادي لأن أنا بوفر فرص عمل في هذه المناطق والكرة وفقاً لقدرات وإمكانيات أهل أو أهالي هذه القرية طيب أنا هروح للفاصل وعايز أستأذن بعد الفاصل أنه برضو فيه نقطة تانية بتدور في بالي متعلقة بأنه هل أنا بس بعمل مراعاة للبعد الاجتماعي وأنواع الأنشطة الإنسانية والأنشطة الاقتصادية المتعارفة عليها داخل الإقليم فليكن مثلاً محافظة الدأهلية منصورة في المنصورة الجديدة ولا أن أنا كمان بشتغل على إضافة أبعاد اقتصادية وأنشطة اقتصادية جديدة لنفس ذات الإقليم الإداري أو النطاق الإداري اللي أنا بشتغل جوه هروح للفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العادل للدراسات الاقتصادية استنونا أهلاً بحضراتكم معنا مرة تانية كل الترحيب بضفنا العزيز دكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العادل للدراسات الاقتصادية السؤال اللي كنت بترحه مبني على أنه إحنا في أغلب المحافظات بتاعت الجمهورية باستثناء تلات عرب مع محافظات بيبقى غالبية النشاط الاقتصادي للأفراد إما بالزراعة أو مرتبط بالزراعة بشكل أو بآخر يبقى زراعة إنتاج حيواني إنتاج داجيني إنتاج ألبان تجارة في الزراعة تجارة في الحصلات أعلاف أسمدة حاجات زي كده لكن على ما يبدو أنه إحنا بنحاول نعمل عملية تطوير في شكل الاقتصاد المصري وبالتالي يبقى فيه تعددية فيه مصادر الاقتصاد وفروعه وما إلا ذلك إحنا بقى وحنا نعمل المدن الجديدة إياها دي بتشتغل إزاي؟ الدولة بتراعي عند إنشاء مثل هذه المدن أو حتى في حالة تطوير المدن الحالية إنشاء المناطق اللوجستية والخدمية اللي بتخدم هذه المدن من ناحية وأيضا بتخدم المدن القريبة منها يعني على سبيل المثال لو بنتكلم على قطاع الزراعة هنجد إن في كل مدينة الدولة بتراعي إنشاء مدن تتعلق بالتعبئة تتعلق بالتخزين لهذه المنتجات الزراعية وبالتالي أنا هنا بوفر على سكان هذه المدينة من ناحية وبقلل من تكلفة هذه السلع لأن أنا بقلل من تكلفة النقل وتكلفة التخزين واللي كان بيترتب عليها ارتفاع في أسعار السلع للمواطنين وبالتالي هنا بوفرت فرص عمل للسكان والشباب ومن ناحية تانية حفظت على جودة منتجات وسلع معينة وأيضا سهمت في جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق الإنتاجية أو المناطق اللوجستية والخدمية من شأنها توفير فرص عمل من شأنها توفير أو تطوير أو المساهمة في تطوير هذه المدن وإنشاء مدن جديدة أخرى يعني مثلا كنت ألاحظ أنه زمان كنا نبقى حفظين يعني يقولك مثلا مناطق الصناعية في مصر المنطقة الصناعية 6 أكتوبر ومنطقة الصناعية العشر من رمضان وبس وكأنني ما عنديش أي حاجة في مصر التانية على مصنع فيها مؤخرا لقينا أن أنا بعمل مصانع بتاع التكنولوجيا متقدمة في بني سويف مصانع تليفونات محمولة مصانع تليفونات مش عارف LCD LED مش عارف الحاجات الجديدة دي ألاقي بعمل منطقة صناعية في أسيوت ومدن زكية ألاقي أن أنا قاعد عمل شغال فيه أن أنا بخلق مدن صناعية في أماكن ما كانتش حتى هم أهلي فأحلمهم يتصوروا أنه يبقى فيه منطقة صناعية هنا وكانت زمان تحصل دايما مناقشات لي يا جماعة ما تعملوش منطقة صناعية عندنا هنا في المحافظة إحنا عاوزين نشتغل عاوزين نصنع إيه التغيير اللي طرق على ذهنية الدولة لو صح التعبير التغيير كان ذهني وكان إجرائي لأن إحنا في السابق ما كانش فيه شبكة طرق وكباري ما كانش فيه شبكة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل هذه الأمور ما كانش فيه شبكات مياه وشبكات صرف صحي كل هذه الأمور لما الدولة بدأت تعمل على تطويرها والتوسع فيها أصبح هناك فيه إمكانية لإنشاء مثل هذه المناطق سواء مناطق صناعية مناطق لوجستية مناطق خدمية أصبح هناك فيه قدرة على ذلك فيه قدرة استعابية للبنية التحتية وأيضا فيه طرق وكباري بتربط كافة محافظات ومناطق الجمهورية ببعضها وبالتالي لما بنشئ منطقة صناعية في منطقة معينة بتستطيع المحافظة المجاورة لها أو المحافظات المجاورة لها الاستفادة منها هنا كان التغيير الحقيقي اللي ساعد الدولة على إنشاء والتوسع فيه المدن الجديدة والمناطق الصناعية والخدمية فيها إحنا ليه ماشيين فيه أكتر من مدرسة من المدارس بتاعة النشاط الاقتصادي يعني كان فيه مدارس كده زماني يقولوا لنا إيه والله إنت بتقرر أنك إنت تشتغل على نشاط اقتصادي واحد فيتحول إيه نشاط القاطرة اللي يجر وراه بقية الأنشطة الاقتصادية ففيه في مرحلة كده إيه إحنا هنمشي في السياح أصل السياحة دي هتشجع على بناء القرى والفنادق وهتشجع الموردين بتوع الأغزاء والمشروبات وبالتالي تشجع المزارع أنه يزرع وأنا أظن دي مدرسة خلصت من الدنيا بقالها تسعين سنة مثلا صحيح طبعا المدرسة دي أثبتت فشلها وبجدارة أن يكون اقتصاد قائم على نشاط بذاته أصبح فيه تغيرات عالمية بتتطلب من اقتصاد الدولة أن يكون اقتصاد متنوع بيقوم على العديد من الأنشطة المختلفة ليه؟ عشان لو حصل تراجع في أي نشاط تقدر الأنشطة الأخرى تقوم بدورها في دعم الاقتصاد واستكمال المسيرة التنموية اللي بتستهدفها الدولة ويمكن هنا الدولة المصرية في تحسن في معدلات النمو سواء على مستوى السياحة سواء على مستوى الأنشطة والخدمات الاجتماعية سواء على مستوى قطاع الاستخراجات سواء على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة كل هذه الكطاعات أصبحت كطاعات بتدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية بتدعم خطط الدولة التنموية ويمكن وجدنا في فترات معينة لو حصل تراجع مثلا على سبيل المثال في أزمة كورونا كان فيه تراجع إجباري على مستوى كافة الدول في الكطاع السياحة ولكن وجدنا كطاعات أخرى هي اللي بتقطر قاطرة التنمية سواء كطاع الصناعة سواء كطاع الزراعة سواء كطاع قناة السويس اللي ساهم بصورة كبيرة في توفير موارد النقد الأجنبي وكان ليه دور كبير ليس فقط على مستوى الدولة المصرية ولكن على مستوى التجارة العالمية وحركة التجارة العالمية ودعم كطاعات إنتاجية وكطاعات داخل مختلف دول العالم أبونا نحن عيشنا زمن بتاع موارد مصر الاقتصادية قناة السويس تحولات المصريين في الخارج السياحة وبس وكانش عندنا حاجة تانية بتصرح فيها يعني فكان الحقيقة بالنسبة لي مهم قوي أول مرة يستتكلم على الموضوع أنه حط تارجت كده فيه 100 مليار صدرات اوصلوا لي للتارجت ده وإحنا واضح أن احنا ماشيين يعني أنا حتى قد تبالي مرة كان دكتور مصر مدبولي بيقول إحنا كنا مش عارف 30 مليار وبعدين وصلنا إلى حوالي 47 مليار ولازلنا متكملين إلى الناصل وهنحققه بإذن الله أنا طبعا متأكد أنا أقول ما هنوصل 100 مليار الرئيس هروح رفعهم 52 مليار أنا عارف متأكد أنا بقى عايز أرجع هنا على مسألة المنصورة الجديدة في حاجة لطيفة جدا إيه بقى مسألة المدينة ذاتية الاعتماد دي حاجة بالنسبة لي مهمة أيوة إحنا بنتكلم على إنه يبقى عندي مثلا محطة مياه تحلية البحر بقدرة 160 ألف متر مكعب يبقى عندي محطة الكهرباء 500 ميجا فولت محطة معالجة الصرف الصحي بقدرة ألف متر مكعب كل هذا طبعا يومي ليه بعمل المدن بتاعتي الجديدة دي أو مدن الجيل الرابع ذاتية الاعتماد ميتها بتاعتها كهربتها بتاعتها صرفها بتاعها معالجة صرفها بتاعها إلى آخره طبعا ده يعتبر تطور كبير لأنه الهدف الرئيسي منه هو من إنشاء هذه المدن هو تخفيف العبء على المدن الحالية أو المدن السابقة وبالتالي لما بعمل شبكة مستقلة بذاتها سواء على مستوى المياه سواء على مستوى الكهرباء سواء على مستوى الاتصالات أنا هنا بخفف من العبء على البنية التحتية الحالية وبنشئ هذه المدن وفقا للمتطلبات الحديثة لأنها كلها مدن بيئية الدولة بتراعي فيها البعد البيئي البعد اللي بيحافظ على البيئة وبيحد من تغير المناخ يمكن ده الهدف الرئيسي من أن تكون هذه المدينة أو المدن الجديدة هي مدن مستقلة بذاتها والحقيقة أن دي نقطة مهمة لأنها بتضمن استمرارية هذه المدن بجودة وكفاءة عالية من ناحية وأيضا بتضمن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الحالية في ضوء الكسافة السكانية والمتطلبات الحالية والضغط الحالي على الشبكات هل هنا بقى كده أقدر أقول أنه بما أنه المدن أصبحت ذات اعتمادية ذاتية فإنه المشروعات الكبرى اللي بتتعامل لإنتاج الطاقة وتولدها دي هتبقى طاقة بتوجه للنشاط الصناعي زائد تصدير الطاقة هي طبعا الدولة المصرية بتستهدف من المشروعات الجديدة طبعا تحقيق يعني تقدم في مستويات أو في مجالات معينة بما فيها تصدير الطاقة لأن الدولة المصرية لديها مقاومات ولديها يعني خبرات كبيرة جدا في مجال الطاقة وحققت يمكن هو من الكطاعات اللي قفزت فيها معدلات النموة بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ونجحت الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من ناحية وأيضا في تصديرها لتتحول لمركز إقليمي وعالمي لتصدير الطاقة وبالتالي ليس من الخطأ أن تقوم هذه المدن في مساعدة الدولة في تحقيق خطاتها نحو زيادة الصادرات من الطاقة وحنا الوقت في البرنامج ده بيجري كده ليه الحلقة خلصت للأسفر كنت لسا عايز بقى نقعد نتكلم على معدل النمو 4 و4 من 10 احتمالات معدل النمو فترة اللي جاية فظل أسفر روسيا وأوكرانيا طرحنا في 23 هيحصل إيه في الدنيا ويحصل إيه في المنطقة العربية ويحصل إيه في مصر الجايات إن شاء الله كتير يدالنا جميع عن طلط العمر دكتور كريم نورتنا وشرفتنا حقيقي يعني وانا بنبسط جدا لما بنتكلم في التليفون ولما بتنورنا في الستوديو فتتعدد بإذن الله اللقاءات كل الشكر للدكتور كريم عادل خبير الاقتصادي ورئيس مركز العادل للدراسات الاقتصادية سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامج رقم 10 احنا بإذن الله سبحانه وتعالى نكون موجودين معاكم يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة